طيب ، خلالين أقولك السوشل ميديا في الجانب السلبي الأول وعلى كيف أكوني مع الجانب السلبي إحنا الجانب السلبي واللي حضرنا وكل الشابين استخدام السوشل ميديا في أحبابها يقول لك مفيش أمل إحنا في كورية تدورة 74 ألف بس بيواتها الجمس طب و هلاقي شغل فيه كلنا طب البلد راح على فين كل ده استخدام سيئ حروب الجديه الرابع و طالح حروب الجديه الخامس واستخدام سيئ بالسوشل ميديا بتجميل معنوياته و دي مفروض ما تراشت و لا حد فيكم بأن كل واحد خلي بالله بالسوشل ميديا اللي يكتب البوست ده مفيش همم خد منه فأنا منسانها بس اتخذني كفكيراً كتيراً لما نكتب لما واحد عايز يضمر الشباب المصري و يحاربه بحروب من غير ما يتعب هو بيغل منه صريحاً فأنت راز بتركز ان السوشل ميديا فيها سوشل ميديا فيها سوشل ميديات ناس مش بحرم حد ولا برسي حريقة أنا بشوفها يمكن الناس مش عايزة الشعب المصري العظيم مش عادر بهذا يرطاهم يبقى أحسن فتنميرك ممكن يتيب سانياً كلمة انت تبقى ما تنمى وقم كلمة وقم السانية تنمى العكس ازاي تستطيع من السوشل ميديا